اشتركوا في القناة ام كانت دوما ثابتة تطغى عليها القطيعة ام كانت هناك قنوات للحوار والتفاوض وفيما تحيل وليات المتحدة ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنعين كيف سطلت هذه الهجمات السياسة الخارجية الامريكية خصوصا ناحية الشرق الاوسط وفي مدار البرلمات سنتوقف عند اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو حول غور الاردن وايران هل هي دعاية انتخابية كما سنتعرف على اخر تطورات قانون الكاميرات المثير للجدال اما في مدارنا ثقافي فسنناقش سلسلة الجاسوس المستلهمة من الجاسوس الاسرائي الكوهين التي عمل في سوريا بداية الستينات وفي شخصية الاسبوع سنتحدث عن مستشار رئيس الامريكي للامن القومي جون بولتون والفئاها خدمته في الادارة الامريكية مؤخرا الوداية من حماس وأوروبا المحكمة الافتدائية الاوروبية مؤخرا ألغت كل القرارات المتخذة ضد الحركة وكتائب عز دين القسام الحركة رحبت بالخطوة واعتبرتها مقدمة لإزالة الحركة بشكل كامل من قائمة الارهاب يدفعنا هذا إلى التعمق في طبيعة العلاقة المتشابكة بين حماس وأوروبا فقد فتح الاتحاد الأوروبي قنوات مع الحركة في أكثر من محطة ضمن مساعن لاحتواء حماس ضمن المنظومة السياسية الفلسطينية وبالمقابل كيف نظرت إسرائيل والولايات المتحدة إلى هذه القنوات العلاقة بين أوروبا وحماس علاقة تبدو واضحة لا لبس فيها من بعيد إلا أنها تزداد تعقيدا كلما اقتربت الأنظار منها متقلبة وفق التطورات السياسية عند بداية تأسيسها كانت النظرة الأوروبية إلى حركة حماس أقرب إلى الضبابية ودراسة هذه الحركة الوليدة تلا ذلك انتقاد الحركة بسبب أعمال العنف التي تقف وراءها في الانتفاضة الأولى وحقبة التسعينيات في ظل اجتداد عمليات الحركة في الانتفاضة الثانية وهجمات الحادي عشر من سبتمبر صدرت أولى قرارات المحكمة الأوروبية بتصنيف حماس كحركة إرهابية إلا أن هذه الخطوة لم تغلق جميع النوافذ القانونية والديبلوماسية بين الأوروبيين وحماس فقد شهدت تصنيف حالات مد وجزر قضائية على مدار السنوات ومحاولات إزالة حماس من القائمة قبل أن تعيد محكمة العدل الأوروبية حماس إلى قوائم الإرهاب رسميا عام 2017 وقبل أسبوع اتخذت المحكمة الابتدائية الأوروبية قرارا بإلغاء كل ما اتخذ ضد الحركة وجناحها العسكري في تطور رحبت به حماس واعتبرته خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح دبلوماسيا لم يرد الاتحاد الأوروبي القطيعة التامة مع حماس بل كان يسعى وراء احتواء الحركة ضمن الإطار السياسي الفلسطيني وهو ما حدث في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 عندما توقع أن ينتهي بها المطاف في المعارضة ليتفاجأ بفوز حماس بغالبية مقاعد التشريعية رفض حكومة حماس لشروط الرباعية الدولية وسيطرتها على غزة في العام التالي أعطى الاتحاد الأوروبي فرصة التخلي عن اضطرار التعامل مع حماس ليفرض حصارا وعقوبات عليها باب الحوار ظل مفتوحا وانعكس هذا من خلال دعوة وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاكسترو إلى إبقاء القنوات مع حماس مفتوحة في أعقاب انتخابات التشريعي والوساطة الألمانية في صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مع الجند الإسرائيلي المختطف جلعد شليت والاتصالات مع العميل البريطاني السابق الاستير كروك طوال تلك الفترة كانت تنشط حماس لتبرير سياساتها وتطبيع العلاقات معها فيما تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الضغوط ضد أي دولة تجري علاقة مع الحركة بعد ثلاث حروب ألحقت الدمار بغزة وجنوح دول عربية إلى تجديد الخناق على الإخوان المسلمين وتطبيع العلاقة مع إسرائيل ها هي حماس تجدد ميثاقها في العام 2017 لتلين مواقفها السابقة بما يشمل قبول دولة فلسطينية على حدود عام 67 وتخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتثبيت التهدئة وإن تخللتها جولات تصعيد مختلفة كل هذا يثبت أن حماس تريد إيجاد مكان لها في المعادلة الدولية الجديدة وقد يفسر سعيها وراء تطهير اسمها لتخفيف الحصار الدولي عليها بالتوازي مع تخفيف الحصار الفعلي وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الستوديو سيد إتان دانجوت المنصق السابق لعمريات الحكومة الإسرائيلية في أضافة الغربية وينضم إلي أيضا عبر خدمة سكايب دكتور جاسم محمد مدير مركز الدراسات الأوروبية لمكافحة الإرهاب دكتور جاسم أنت سمعت التقرير لكن أحب في البداية وباختصار أن أسمع منك رأيك حول النظرة الأوروبية نظرة المؤسسات الأوروبية تجاه حماسية من بعيد وبطبيعة القوانين الأوروبية تعتبرها حركة رهبية لكن ما إذا دققنا أكثر في هذه العلاقة كيف تشخصها أنت برأيك أوروبا تنظر إلى حماس بأنها هي جزء من الاتفاق السياسي مع إسرائيل في قضية أو في موضوع قيام دولتين فأجد أنه نظرة أوروبا وبوقف دول أوروبا أنه تعتبر أن حماس هي جزء من هذا الاتفاق إقامة دولتين على أرض واحدة لذلك نجد أنه في الوقت الحاضر يعني هي محاولة جدها من دول أوروبا في احتواء حماس بأن تكون جزء من أي اتفاق ما بين إسرائيل وكذلك الفلسطينيين مع ذلك هي أيضا تريد أوروبا أن تلعب الدور الوسيط ما بين إسرائيل والفلسطينيين وأجد أنه من وجهة نظرة أنه وضع حماس على قائمة الإرهاب وممكن أن يعقد هذا الدور أجد أن هذه هي الأسباب مجتمعة تجعل أوروبا تنظر إلى هذه القضية قضية قانونية قضائية أكثر مما هي موقف سياسي نعم سوف أنتقل إلى السيدتان سمعت لما قاله الضيف من أوروبا هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها تصريحات وأراء أنهم عمليا يريدون حماس أن تكون جزء من الاتفاق السياسي أن تكون جزء من الإطار السياسي الفلسطيني وكانت هناك محاولات كثيرة لطروية حماس إن صح التعبير أو احتوائها لكن بعد هذه السنوات هل نجحت كل هذه المساعي أم لا على الأقل من المنظور الإسرائيلي يجب أن يكون هناك تشخيص واضح بالنسبة لبعض الوقاع الرغبة شيء والوقاع شيء آخر حركة حماس لا تعترف بحق الوجود لدولة إسرائيل حركة حماس لا تعترف باتفاق أسل لا تعترف بحق المجتمع الفلسطيني أن يعيش تحت حكم واحد سلطة واحدة وسلاح واحد وأيضا وفي طرد ذلك أن أوروبا ملتزمة بذلك التعريف الذي يعترف بحركة حماس بسبب ثلاثة الأسباب التي ذكرتها هذه ثلاثة اللئات الأكثر شهرة لحركة حماس من ناحية أخرى لدينا تقليد من السياسة الأوروبية وهي سياسة منحازة غير حيادية والتي تسببت في بعض الأحيان في سنوات سابقة أن تمنح قوة بسبب عدم القول الفصيل بشكل واضح أن حركة حماس تنظيم إرهابي يقتلوا أبناء شعبي والكرهية بين حماس والسلطة الفلسطينية وأن حماس لا تعرف بحق السلطة الفلسطينية وللوجود هذا تسبب بتشويه طبيعة العلاقات في السنوات الأخيرة انضمت أوروبا بشكل واضح لهذا الضغط على حماس والاعتراف كما اعترفت بحركة حزب الله وحركة حماس وتنظيمات أخرى كتنظيم إرهابي تلك الحاجة التي تذكرها حركة حماس التي لم تغير بشكل فعلي أي شيء من ناحية أوروبا بالنسبة لوضع حركة حماس فإن هذا يشعل ضوء أحمر ولذلك علينا نكون واضحين وحدين جدا صحيح أن أوروبا تنشطه وبحق في الجانب الإنساني وتقديم لغاثة الإنسانية تجاه المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وهذا جيد ولكن كجسم ملتزم باتفاقات أوسلو وكجسم ملتزم بكونه جزءا من الربعية الدولية إلى جانب الولايات المتحدة ورسيا وطاقم الأمم المتحدة فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالواقع بأنه يجب عليه أن لا ينفذ ويدير أي مفاوضات مع حركة حماس وعدم تراجع الأخوار التي طرحت هنا يوجد هنا في بعض الأحيان الحوار من وراء الكواليس لا غض الطرف عن ذلك ولكن كل هذه المحاولات في السابق فشلت لم تكن أوروبا عاملا في إطلاق صراع قلعة شريط العامل المركزي اليوم في الشرق الأوسط الذي يستطيع ويعرف ويملك الأدوات للتأثير على حركة حماسية مصر وذلك الراعي المالي من قبل قطر لذلك فإن التوجه الأوروبي والميل الأوروبي اليوم وأنا أحذر بالعودة إلى الماضي هذا سيؤدي إلى ارتفاع منسوب العنف وسفك الدماء وزيادة الإرهاب أعتقد أن إسرائيل لن تتقبل هذا الأمر ولا السلطة الفلسطينية ولا مصر التي لتين ستعارضا لذلك نعم أعود إليك دكتور جاسم دكتور جاسم منذ أن تأسست حركة حماس إلى يومنا هذا كانت هناك محطات عدة تطرق فيها وقال فيها مسؤولون أوروبيون سواء سابقين أو حاليين في وقتها بأنه لا يجب أن تكون هناك قطيعة مع الحركة لكن إلى أي مدى يمكن القول بأن عمليا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى حد ما ضغطتا من أجل الحقول دون أن تكون هناك أي أواصر بين حماس وجهات أوروبية بدون شك الولايات المتحدة وإسرائيل هي تشعر بالانزعاج وعدم الارتياح من الموقف الأوروبي هناك ضغوطات أمريكية كانت على أوروبا وخاصة ألمانيا وكذلك بريطانيا يذكر بأن حماس هي جزء من تنظيم الأخوان الدولي ونجد أنه هنا أيضا في أوروبا جدل ما زال قائما رغم ضغوطات الأمريكية ومطالب ترامب ما زال هذا الجدل قائم داخل أوروبا بعدم وضع جماعة الأخوان على قائمة الإرهاب برغم بأن دول أوروبا هي تحذر من إنشطة هذه الجماعة ومن مخاطر هذه الجماعة على أمنها القومي الضغوطات هي قائمة لكن أوروبا تجد نفسها أنه تحتمد معايير مختلفة عن المعايير الأوروبية وعن المعايير الإسرائيلية وهي تختلف كثيرا في هذا الموضوع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في موضوعات المستوطنات على سبيل المثال أو ضم أراضي فلذلك أوروبا تحاول أن تحتوي مثل ما جاء في التقرير تحتوي جماعة أو حركة حماس في سبيل أن لا تخسر دورها أوروبا الدور الوسيط في أي اتفاق سياسي لقيام الدولتين نعم لكن سؤال وبعجالة هنا دكتور تحدثنا عن الضغوط الأمريكية لكن برأيك هل هذه الضغوط تخف حدتها خاصة في ظل الحديث عن صفقة القرن وأن وفق التسريبات التي تسربت مؤخرا فإن وفق تفاصيل صفقة القرن سيكون هناك اتفاق ثلاثي إسرائيل مع السلطة الفلسطينية وأيضا مع حركة حماس أي أنها إلى حد ما سلمت بالأمر الواقع حول سيطرة حماس في غزة ما يتعلق في موقف الأوروبي حتى من مشروع القرن هناك تحفظ أوروبي من هذه الاتفاقات ويجد أن الاجتماعات الأخيرة التي كانت في وارشو قبل بضعة أشهر كان الموقف الأوروبي ربما رافض خاصة ألمانيا وفرنسا ولذلك كان هناك غياب أوروبي فأجد أن الضغوطات الأمريكية والضغوطات الإسرائيلية في هذا الموضوع سوف تكون ضعيفة ما زالت أوروبي تحاول أن تأخذ الدور النمطي التقليدي والدور الوسيطي ما بين الدولتين نعود إلىك سيد إتان سيد إتان لقد قرأت حتى في بعض التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن أن هناك نشطات ليس بالضرورة لحركة حماس وإنما لتنظيم للأخوان المسلمين العالمي بالأخص في بريطانيا حيث نجحت في عقد المؤتمرات المختلفة أي أنها هنا تتفوق على إسرائيل على الأقل في الحرب الإعلامية برأيك هل هذه الفرضية صحيحة وكيف سوف تستطيع إسرائيل مواجهة هذه الظاهرة نريد أن نتطرق أيضا لأقوال الضيف الدكتور المحترم الذي تحدث قبل قليل انظروا يجب أن نفرق بين سياقات الخلافات بالرأي الحقيقية والسليبية موقف أوروبا بالنسبة للمستوطنات والموقف الأوروبي بالنسبة للأراضي مناطق A, B, C وشون أخرى ولكن كلنا سادجون ونتفقوا على الإرهاب وإرهاب 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 ولا يمكن أن تجلس ولا تتفاوض مع الإرهابيين ولا يمكن أن تمنحهم فرصة لفتح باب أنه عبر الإرهاب كي ينافسوا من جديد في الانتخابات هذا أمر غير مقبول خطأ 2006 بالنسبة للانتخابات يجب أن لا يتكرر الكل يدفع ثامن ذلك في المنطقة إذا كنا بنظر الأمور في حقيقتها فإن هذه الخلافات بالرأي قد تكون قائمة ولا تحدث اليوم بالنسبة لرأيه ولكن مواجهة الإرهاب يجب أن تنظر إلى الإرهاب في العين وأن تدفذ بعض الأمور كي تقطعه وتمنعه إحدى منها هي وقف الاعتراف يجب الاعتراف بحماس كالتنظيم الإرهابي لستم معارض لحركة الإخوان الإرهاب كل من لا يرفع عالم الإرهاب وسفك ديمة ويملك إديولوجية في شأن سياسي واجتماعي وديني أعتقد أن هذه الأمور قبل الحوار ولكن ليست في هذا المكان ليست كجزء في سياق الصراع الإسرائي الفلسطيني حماس هي المهيمة وتجلس وتسيطر وتتحكم بمجتمع فلسطيني من 2 مليون شخص وتجرهم بواسطة الإرهاب وتدير تنظيم إرهابيا يزداد من تسليحه بدل أن يتحول الأموال إلى المجتمع الفلسطيني تتحول أموال لإنتاج الصواريخ يواصلون بدل أن يحصل مجتمع الفلسطيني على الكهرباء يتم تزويد الكهرباء فقط للأحياء التي سيطر فيها حماس وأكرر القول أن التوجه تجاه حماس الخط بمواجهة حماس مشابه للمواجهة الخط المواجه لحزب الله العالم متزمن بالعقوبات ويجب أن تتزمن بالعقوبات بالنسبة لصفقة القرن لا أعرف ما هي صفقة القرن أعرف ما يتحدثون عنها وما يقولون حتى يحدث من وراء الكهرباء لم تنشر حتى الآن من قبل أمريكين لما رأي خطة أمريكية تأتي بشكل عملي وأقول ذلك من منطلق عملي وخبرة في الجيش الإسرائيلي الذي جاء وترى حدث أمور على سبيل المثال في شؤون كمحاربة حماية البيئة وشؤون تحظى بدعم إسرائيلي وتحسن الوضع الأمني ما إن تنشر صفقة القرن سيكون بالإمكان الحديث عنها ولكن الخطة تفرق بشكل واضح بين الشأن السياسي حماس ليست شريك سياسي هي تسيطر اليوم على مجتمع فلسطيني ولا تسمع السلطة الفلسطينية العودة إلى قطاع غزة لديها شريك بكل جهاد الإسلامي الذي يحظر بتمويل من إيران وحركة إرهابية عدا عن التهديد الأمني لدولة إسرائيل وسفك الدماء بالنسبة أيضا في الشرخ بين السلطة الفلسطينية في دفع الغربية حركة حماس تزيد هذا الشرخ وتمنع المجتمع الفلسطيني من قطاع غزة من رفع رأسه نعم دكتور جاسم سؤال أخير الآن من الناحية القانونية أنت تدرك بأن حماس قبل عامين غيرت من ميثاقها أبدت لينا وقالت بأنها مستعدة ضمنيا بدولة فلسطينية لحدود 67 والآن حماس تقول وجهة نظرها بأن وفق القانون الدولي المقاومة في الأراضي المحتلة أمر مشروع هذا الأمر كيف يمكن أن تستغله قانونيا لإزالة اسمها من قوام الإرهاب الأوروبية بدون شك أن حركة حماس نجحت في ذلك من خلال محامها هنا في المحكمة الابتدائية الأوروبية واستغلت وجهة النظر القانونية التي تنظر لها دول أوروبا المشكلة هنا في أوروبا أنها تنظر إلى موضوع الإرهاب موضوع وكأنه موضوع جناي تحتاج إلى الشواهد والأدلة ولذلك كان الإدعاء العام ينقصه بعض الشواهد والأدلة وربما من وجهة نظر أنه أوروبا ربما تعتبر أنه حركة حماس غير إرهابية كونها غير متورطة بأنشطة داخل أوروبا وهذا يثير الجدل الذي لم يتم حسمه لحد الآن الفصل ما بين المقاومة بين مزوجين وما بين الإرهاب ضمن مواثيق الأمم المتحدة فإذن موضوع معقد وشارك لا يمكن الفصل به نعم وبإذن الله قد نتابعه في حلقات قادمة نكتفي بهذا القدر الدكتور جيسي محمد كان معنا من مدينة بون الألمانية عبر خدمة سكايب وهو مدير مركز الدراسات الأوروبية لمكافحة الإرهاب وانضم إليه هنا في الستوديو سيد إيتان دانجوت منصق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية سابقا شكرا جزيلا لكم الكل يجمع أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول أعادت سقل السياسة الخارجية الأمريكية بشكل جذري فقد اتخذت واشنطن من هذه الهجمات مبررا لشن حروب وعمليات عسكرية في أسقاع الأرض وكان للشرق الأوسط النصيب الأكبر منها بعد ثماني عشرة سنة نسأل هل نجحت هذه السياسة والحققت الإدارات الأمريكية المتعاقبة أهدافها أم زادتها تعقيدا العالم بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 ليس ذاته العالم قبل هذا التاريخ فقد أحدثت الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة يومها ثورة في سياستها الخارجية وانقلابا لملامح الخريطة السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط عادت ظروف تلك المرحلة إبراز المنظومة الدولية أحادية القطبية لترفع الولايات المتحدة شعارات إن لم تكونوا معنا فأنتم ضدنا والحرب على الإرهاب واجتاحت تحت هذه الشعارات كلا من أفغانستان والعراق فيما سطع نجم الشخصيات السياسية السقرية كنائب الرئيس ديكتشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد والمستشار جون بولتون هذه الشخصيات دأبت على توفير أكبر قدر من الصلاحيات والقوة للجهاز التنفيذي لشن حروبه محجما قرارات الكونغرس ومجلس الأمن الدولي بل إنها ألمحت إلى خوض حرب ضد إيران عام 2006 تكبدت الولايات المتحدة خسائر مالية وبشرية فادحة ولم تحقق عمليا أهدافها المعلنة ثم هدأ عينان تلك التوجهات مع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب ثم مع مجيء باراك أوباما إلى سدة الحكم تبنى أوباما سياسة الدبلوماسية والتعاون مع المنظومة الدولية وتحسب له بعض الإنجازات كالاتفاقية النووية الإيرانية إلا أنه فشل في تنفيذ وعوده بسحب القوات من أفغانستان والعراق وإغلاق السجن جوانتانامو بل إن عهده شهد الزيادة وتعقد الملفات الخارجية من الثورات العربية وانتشار التواجد الأمريكي في مزيد من الدول كسوريا إلى جانب صعود داعش وتوسع رقعة هجمات تنظيم القاعدة حول العالم خليفته دونالد ترامب أراد تغيير استراتيجية بلاده فرفع شعار أمريكا أولاً واختار ما يعرف بالانكفاء السلبي على الذات أراد ترامب إغلاق كل الملفات الخارجية وبأقل كلفة ممكنة أسلوب يبدو أنه تعثر هو الآخر فقد تسبب بخلافات واستقالات داخل الإدارة الأمريكية وتوتر مع حلفاء الولايات المتحدة في الوطن العربي وأوروبا وحلف الشمال الأطلسي الناتو أما توجهاته للانسحاب التدريجي من الشرق الأوسط وفرض العقوبات على إيران فقد انتقدت كونها ستفتح لطهران نافذة لزيادة نفوذها وما يسميه البعض نشاطات عدائية في المنطقة ولتحدث أكثر حول هذه القضية ينضم إلي هنا في الستوديو سيد مارك شولمان مراسل مجلة نيوزويك وينضم إلي من واشنطن عبر الأقمار الصناعية دكتور عماد عبدالهادي المحلل السياسي اسمح لي بأن أبدأ معك سيد مارك أحب أن أعرف منك رأيك كيف سقلت هجمات 11 من سبتمبر السياسة الخارجية الأمريكية باختصار قبل أن نغوص بالتفاصيل وعمليا هذه الأهداف للسياسة الخارجية الأمريكية إذا ما نظرنا إليها اليوم بعد 18 سنة هل حققت أهدافها أم كما سمنا في التقرير ازداد التعقيدا قبل كل شيء مسألة هجمات 11 أيلول 11 سبتمبر كان شكل مفتركة طرق جديا في تلك الولايات المتحدة إذا نظرنا إلى كتاب نهاية التاريخ يقول أن أين نقف اليوم بعد 11 من سبتمبر وصراع الحضارات الذي قال هذا ما أخذوه من 11 من سبتمبر إذا فجأة الولايات المتحدة شعرت أنها يجب أن تكون فعالة وأنها لا يمكن أن تبقى غير مبارية لما يحدث لأن ما جرى جاء بلغ الولايات المتحدة بما حدث قبل تفجير المبنى التوأمين ومقتل عديد من المواطنين أكبر عدد من القتل المدنيين الأمريكيين في تاريخ الولايات المتحدة هذا غير شكل مفترك طرق ولكن هل كان هذا حقق المبتغى يجب أن ننظر للأمر شيئا أولا لم يكن شيء قبل 11 سبتمبر لذلك في كل عام وفي كل سنة يخشون أن يحدث أي شيء في هذا التاريخ حتى اليوم كانت الأمور هادئة مشاكل الولايات المتحدة الكبرى تأتي من البيض من ناحية أخرى كل ما سعى لفعله في الولايات في الشرق الأوسط هذه السياسة في الشرق الأوسط لم تنجح لأن محاولة الولايات المتحدة لتغيير الثقافة وتغيير دول فشلت منذ أهد فيتيام ومذلك الحين لم تنجح بفعل أي شيء نعم أنتقل إليك دكتور عماد دكتور عماد تحدث ضيفي هنا عن نقطة وحب أن نتعمق فيها أكثر تحدث عن صراع الحضرات أنت تعلم في فترة الثمانينات وبداية التسعينات كانت الحرب كانت أكثر بين الرأسمالية أو بين الولايات المتحدة والشيوعية ممثلة بالاتحاد السوفيتي لكن هجمات الحادي عشر من سبتمبر عمليا كيف غيرت من هذا الميزان خاصة وأن الإسلام السياسي عمليا أصبح العدو الأكبر للولايات المتحدة للأسف الشديد المسألة أكثر تعقيدا من أن نتعامل معها بمنطق الأبيض والأسود ما فعلته إدارة أوباما كان له خطابا تصالحيا وذهب إلى القاهرة وخاطب العالم الإسلامي إلى آخره لكن أفعال لم تؤدي إلى ذلك أولا معروف أن أوباما أمر بتنفيذ غارات للطائرات المسألة أكثر بكثير مما فعل ترامب حتى الآن فإذا وين كان أوباما يبدو على السطح أنه كان رئيسا حمائميا إذا جاز التعمير لكنه سياسته كانت في المقام الأول سياسة متشددة وهو الذي بدأ الحرب على داعش في العراق وسوريا بعد أن ارتكب خطأ الانسحاب المبكر من العراق وكذا كان الأمر في أفغانستان واضطر إلى زيادة القوات هناك حينما جاء الرئيس ترامب ترامب له خطاب عدائي أو خطاب فج أحيانا في مواجهة العالم الإسلامي لكن أفعاله لا تقود إلى ذلك هو يتحدث كثيرا لكنه لا يفعل شيئا فكلاهما يمكن أن نكون يكمل بعضهم البعض لكن فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب التي أعلنت من قبل الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر يجب أولا أن نعترف أن الهجمات تركت أطرا عميقا على العقل الجمعي الأمريكي على الزهنية الأمريكية لأن أمريكا كانت للمرة الأولى منذ بيرل هاربال تتعرض لهجوم بهذا الحجم على أرضها هذه النقطة النقطة الثانية الحرب التي شنتها في أفغانستان كانت مقبررة إلى حد كبير وكان هناك تعاطف كبير من المجتمع الدولي مع الولايات المتحدة هذا التعاطف بدأ يتبخر تدريجيا بعد غزو العراق لأنه ثبت أن العراق لم يكن جزءا من مؤامرة الحادي عشر من سبتمبر ولم يكن له لديه أسلحة دمار شامل نحن الآن عدنا إلى دائرة جهنمية أو دائرة مفرغة كلما زاد العداء أو كلما زادت نبرة الحرب على الإرهاب كلما زادت وقود الذي يستخدمه الإسلام السياسي بكل أشكاله الجهادي أو السلفي أو الإخواني إلى آخره وكلهم تنوعات على نفس النغمة للأسف الشديد نحن ندور في هذه الدائرة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر لا توجد رؤية لدى أي من الأطراف ولكن للأسف الشديد بدأت هناك أيضا استغلال سياسي واضح تماما من جانب فصائل الإسلام السياسي أولا في العالم العربي عمليات تجييش وعمليات تحشيد وكلها موجهة نحو الغرب في المقام الأول كما لو كانت نوع من السلف بروفيسي نبوءة قال بها أولا سامل هانتنجتون ثم قال بها فوكوياما وأصبح الإسلام في مواجهة الغرب أو الغرب في مواجهة الإسلام وهي في الحقيقة معادلة مغلوطة تماما لكن للأسف الشديد تقودها رياح السياسة أولا وأخيرا والدليل على ذلك أن الإرهاب زاد وتشعب وتفرع وأصبحت أيدروجيه الدائش منتشرة في ثلاث أربع قرات أسمح لي أن أعطي فرصة أفواً عذر على المقاطع أسمح لي أن أعطي فرصة لأسيد مارك نتحدث هنا عن جملة من الأمور أحب أن نجمعها في إطار واحد تحدثنا عن أوباما تحدثنا عن الفصائل الإسلامية السياسية الآن هناك من يقول بأن عمليا عندما جاء أوباما كان له تواجه تصالحي مع الإسلام السياسي الفصائل المحسوبة على الإخوة المسلمين بالإضافة إلى أن داعش عمليا هذا التنظيم الإرهابي الكبير سطع نجمه في فترة أوباما ما الدور الذي لعبه أوباما هنا بالضبط هو يتهم بأنه عمليا سكب الوقود على النار لا أعتقد أنه هو الذي ألقى الوقود أعتقد أن هذا نظرة ساغاجية بعض الشيء وأعتقد أنه بفعل وبحق المحقيقة أراد أن يقوم بالمصالحة ولكن المصالحة كما نعرف هناك حاجة لطرفين لتحقيقه ولستني واثق جدا أنه كان لا ينجح بفعل المصالحة مع قسم كبير من الشعب المصري وكان سهل عليه أن يتواصل ويحقق المصالحة مع المثقفين وخرجي الجامعة ولكن العالم الغربي والعالم العربي حتى وكل جانب آخر في العالم ليس يوجد فيه أشخاص لا يرغبون بالمصالحة وجانب هناك ولديه أشخاص متضرفون ويستغلون الدين للأسف الشديد والدين للأسف تلعب دورا كبيرا جدا اليوم في كل محن في العالم هناك أمر لا ننظر إليه بكل أنحاء العالم وليس مرتبطا بالإسلام هو عودة الدين بقوة حتى هنا في إسرائيل في كل أنحاء العالم حتى في إسرائيل من قبل اليهود المتدينين وحتى لدى المسيحيين المتدينين وفي كل الأماكن هي أن الدين ينظر إلى الآخر ولدى الإسلام المسلمين الآخرون هم الغرب وبالطبع لدى الغرب الآخرون هم الإسلمين وأحدهما يسعى لحرق لبما يسعى لحرق لحرق صحيح أن هذه الدائرة تكرر نفسها وتغذي ذاتها وحتى الآن لا يوجد أي حرول ودعنا نقول أن اليوم عاد عن ذلك أنه لم يتم أي هجوم إرهابي كبير من ذلك الحين على الولايات المتحدة الوضع العام أخطر بشكل عام أخطر بكثير مكان في الماضي الكراهية القائمة كبيرة جدا يجب أن ننظر إلى الأمر الأول الذي حاول ترامب فعله في اليوم الأول لدخوله لدخوله سدة الحكم هو مسلم هذا أمر عنصري نبع من خوف ومن عنصرية ولكن لا يمكن القول أنه يوجد في العالم الإسلامي كراهية للولايات المتحدة يوجد طرفين في كل الطرف ولكن لا أعتقد أن داعش أن أوباما هو السبب في بدء وصعود الداعش ولكن أوباما كان بحسب رأي طرية متفائلاً أكثر من اللزوم وحتى بالنسبة للجمهوريين كان يعتقدوا أنه يستطيع أن يسر واشنطن ويحقق المصالحة ويسعب تحقيق المصالحة عندما الطرف الآخر لا يلغب بها نعم دكتور عماد بعيداً عن النظرة الأمريكية الذاتية لهجمات 11 من سبتمبر هذه الهجمات كيف ألقت بظلالها برأيك على الصراع الخليجي الخليجي حتى يومنا هذا السعودية عملياً تقول بأن قطر بشكل ما مسؤولة كون القاعدة استلهمت أفكارها أو بأنها مدعومة من قطر وأيضاً قطر تقول بأن من نفذوا العمليات هم يحملون الجنسية السعودية هذا سؤال هام جداً أولاً نحن خرجنا من خرج من رحم الصراع بين الإسلام والغرب صراع آخر إسلامي إسلامي سني الشيعي ويلام في هذا في المقام الأول تعبقيباً على كلام ضيفك في السوديو الرئيس أوباما أوباما هو صاحب فكرة إحداث توازن بين الإسلام السني والشيعي أفهم هذه النقطة النقطة الثانية أوباما وعبر اتفاق النووي مع إيران أطلق يد إيران في المنطقة وهي الآن تعيس فساداً في أربع دول عربية وتطبق مبدأ تصدير الصورة بحزافيره هذا هو الصراع الذي يأكل العالم الإسلامي حالياً النقطة الأخرى أن هناك دول بالفعل تحتضن الإسلام المتطرف مثل تركيا وقطر على سبيل المثال للحاصر المسألة الهامة هنا أننا لا نستطيع أن نتجاهل تماماً الدور الذي لعبته الولايات المتحدة بإعلان الحرب على الإرهاب للأسف الشديد أن هذا زاد من حجم الإرهاب ولم يقضي عليه صحيح أن الولايات المتحدة تحصنت ضد أي هجمات أخرى مثل 11 سبتمبر خاصة بعد تفكيد تنظيم القعدة والقضاء على زعيمه إلى آخره وظهور تنظيمات أخرى انسحاب أمريكا من العراق المبكر كان سبب مباشر لظهور داعش أيضاً السبب الأهم من ذلك أن العراق تحول إلى دولة طائفية بجدارة بسبب الغزو الأمريكي للعراق وبسبب تمكين الشيعة وأصبحت المسألة سنة وشيعة وامتد الحريق في الشرق الأوسط كله ولا يزال كل هذه تبعات لم تكن متوقعة ولم يتوقها أحد لأحداث 11 سبتمبر أيضاً المشكلة الأساسية فيما يتعلق بمسألة عودة الدين كما أشار ضيفك الكريم هذا الانتاج فشل مشاريع الحداثة في العالم الإسلامي والعالم العربي تحديداً مشاريع قومية أو مشاريع في شكل أحزاب البعث أو حزاب عبد الناصر إلى آخره هذا هو السبب الرئيسي والمعضلة هنا أن الإسلام لديه مشكلة مع الحداثة ولذلك يأتي خطاب العداء للغرب كإفراغ نتاج طبيعي لهذا الفشل كما قال ضيفي هنا مارك هي أشبه بدائرة مفرغة سوف أترى نقطعك هنا نكتفي بهذا القدر أشكرك دكتور عماد عبد الهادي المحلل للسياسي انضم إليه عبر الأقمر الصناعية من واشنطن وأشكر أيضا مارك شولمان مراسل مجلة نيوز ويك كان هنا ضيفي في الستوديو شكراً جزيلاً لكم وإلى مدار البرلمان حيث ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو خطبين حول كشف نشاطات نعوية إيرانية سرية على حد تعبيره ونيته ضم غور الأردن في خطوة قريت على أنها دعاية انتخابية إلى ذلك سقط مقترح قانون الكاميرات المثير للجدل لعدم تصويت أغلبية عضاء الكناسة لصالح القانون وحول هذه المعروف وضع وأكثر ينضم إلي هنا في الستوديو زميلة صحفي في I24 عروة سيف عروة أهلاً وسهلاً بك قبل أن نخوص في هذه التفاصيل آخر أهم الاستطلاعات وشعبية الأحزاب قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية ما هي؟ ما يدور عملياً في الإحصائيات هو أن معسكر اليسار ويتفوق جنس بطبيعة الحال ويتفوق أيضاً في معسكر اليمين بطبيعة الحال فهم المتنافسين الرئيسيين فالمقاعد متوازنة ما بينه الاستطلاعات تمنح جنس 35 مقعد وبين يمين نتنيا وخمسة وثلاثين نتنيا وزعيم تحرف كول الحولبان وزعيم الليكوت حزب الليكوت فعملياً التأرجح يقع الآن ما بين الأحزاب الباقية فمثلاً لبرمان حزب إسرائيل بيتنا سوف يكون عملياً هو النقطة سوف تحسم لمن سوف الكفة لمن سوف تميل هل لغانس أو بين يمين نتنيا والأحصائيات الأخيرة تقول أن معسكر اليسار سوف يتفوق على بين يمين نتنيا ونحن قبل ثلاثة أيام من الانتخابات قبل ثلاثة أيام من الانتخابات يستطيع التغيير يعني نحن الحلقة الأخيرة ما قبل الانتخابات نحن أيضاً في برنامجنا فحتى الحلقة القادمة قد يتغير العديد من الأمور وهذا ما اعتدنا عليه في السياسة تقول أن هناك تغييرات دراحيتيكية عدى هذه الاستطلاعات الآن نتنيا كان له خطبات وتألق بهذه الخطبات تارة حول إيران وتارة حول غير الأردن وهذه الخطبات تهمت بنا عملياً دعاياً انتخابية لو تطلعنا على تفاصيل أروا ما حدث نبدأ من اعتراف على غور الأردن أن السيادة الإسرائيلية سوف تبدأ عليه بعد انتخاب نتنياهو ما خرج نتنياهو وصرح به وعمل هذه المسرحية كما وصفها بعض الصحفيون الإسرائيون وأيضاً قادات عسكريين الذين يحذرون من خطوة كهذه التي سوف تتصل بنهاية المطاف أن يكون هناك غالبية عربية بحد تقويل تعبيرهم فهذا يعني خطر ديمغرافي على كل ما يحصل على كل المنطقة طابع الدولة اليهودية فعملياً ضباط خرجوا وأدانوا هذا التصريح أن ضم منطقة سي وضم غور الأردن على السيادة الإسرائيلية لن يفيد عسكرياً إضافة إلى محللين سياسيين أو صحفيين أو ما إلا شابه يقولون أن هذه مراوغة سياسية ليس هناك اعتراف تام بغور الأردن من قبل الأمم المتحدة أو من قبل حتى الولايات المتحدة هناك صفقة قرن لم يعلن عنها هناك أمور تحدث من تحت الطاولة لا أحد يعلم ما يحدث بالأساس فهي في النهاية قال بعد الانتخابات إن تم انتخابي هذا ما سوف يحصل أي أنه يريد في الأول أن ينتخب ونحن نعلم كم معودات كهذه وكم ما جرى في انتخابات أمور يقول بأن عمرياً نتنياو كان ينوي أن يعلن رسمياً ضم هذه المناطق إلى أن المستشار القضائي قال له أنه لا يستطيع فهل ذلك لأنه حالياً رئيس حكومة انتقالية لكن بالانتقال إلى الخطاب الثاني حول إيران عروى فحول إيران حول إيران خرج أيضاً من يمين نتنياو قبل الانتخابات دائماً هناك نقطة يجب الإشارة إليها بيبي نتنياو يصب ينتظر دائماً أسبوع ما قبل الانتخابات وخلال هذه الأسبوع أن تتشهد العديد من التصريحات للنارية سواء كان على إيران سواء كان على المواطنين العرام وصف أن نتحدث عن ذلك في الكاميرات عن ما حدث مع قنون الكاميرات نعم وعملياً على كل الصراع القائم في هذه البلاد فما يحدث نتنياو خرج وقال أن لدينا معلومات سرية وأظهر ذلك من خلال فيديوهات والصور التي التقطت من أقمار صناعية أن هذه المفاعل نووية سرية لإيران يتم فيها تخصيب اليورانيوم وهناك دلائل أن كان هناك تخصيب يورانيوم من بره تبدو تلك الأماكن أنها حلات تجارية كبيرة وهناك من قال بأن هذه عملياً الأماكن المعلومات قديمة بعجال عرو قضية الكاميرات والجدل الذي صحبها قضية الكاميرات بن يمين نتنياو منذ عام 2015 وقبل 2015 يحاول تصوير دائماً المواطنين العرب أنهم الخطر على هذه الدولة أنهم الخطر الداخلي لهذه الدولة فهذه المرة لم يقل أنهم خطر لكن قال أنهم سوف يسرقون الانتخابات ولكي نمنعهم من سرقة الانتخابات سوف نضع كاميرات في صناديق الاختراع عمليات تزوير في الانتخابات صحيح اتهم أن هناك عمليات تزوير وإن رأينا ودققنا أكثر وأكثر نشاهد أنه وإن حدث تلك عمليات التزوير كانت أكثر في مراكز قوة الليكود فعملية ما حدث هناك كانت ضججة جداً كبيرة لم يمر القانون ورأينا أي من نحن أنك تصفت في الكنيسة ولم يمر بالقرار لا نكتفي بهذا القدر الزميل الصحفي فأيتونتي فرع روسيف شكراً جزيلاً لك أنا يمبشر وإلى مدارنا الثقافي سلسلة الجاسوس سلسلة درامية من إنتاج أمريكي وتاليف سيناريو إسرائيلي تستند سلسلة إلى قصة حقيقية حول الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين والدور الذي أده خلال تقربه من شخصيات على رأس هرم السلطة بسوريا بداية الستينات هل تعتقد أنك مجرد أنك مجرد؟ أحب هذا المدار مع كل مستهدف أحب في سوريا إذا كانتك أحتاجك لكي أخبارك لكي أخواتك لكي أصدقائك لكي أشياء كيف تفعل ذلك؟ سأكون مجرد أعمل للغاية إذا كانتك أخبارك المسلسل ينضم إلي زميل الصحفي كايد أبو الطيف كايد باختصار ما قصة هذا المسلسل وما هي أبرز ردات الفعل عليه الحقيقة نحن تحدثنا عن هذا المخرج مخرج هذا المسلسل في أفلام سابقة يعني الفيلم البحر الأحمر هو أيضا كان مخرجه يعني يتحدث هذا المسلسل خصيصا عن مسألة كل الشبكات التي تمكن الجسوس الإسرائيلي من اختراقها منذ وصوله إلى جهاز الموساد حتى انتقاله إلى الأرجنتين إلى لبنان وسوريا والسرعة والسرعة البديهة التي اكتسبها والتي قدم معها من أجل اختراق الجهاز السوري المبالغة هناك كانت المبالغة كانت في كل مسألة الجنس التي حفت هذا المسلسل إنما التركيز كان في المسلسل يعني بشكل خاص عن مسألة الشرخ اليهودي اليهودي داخل المجتمع الإسرائيلي يعني نحن تعودنا دائما أن يعني نشهد إلى الشجب والاستنكار من قبل وزيرة الثقافة الإسرائيلية لكن الكل الآن ينتظر نتنياهو وردة فعله عن هذا المسلسل خاصة حجومه الأخير عن أورو بيس بالتحديد للمشاهد أن تتعلم بأنه دوما الإسرائيل الشرقي يتهم ربما السلطات بنا عمليا تهمشهم منذ بداية تأسيس إسرائيل وهذا المسلسل كونه يستند إلى قصة هذا الرجل الشرقي وبالأصل من مصر ربما هنا تحسن هذه الصورة بشكل يرضي القاعدة الشرقية والتي كما نعلم وكما تفضلت هي تدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهودي نحن نتحدث كل نشأة إلي كوهن انتقاله من الإسكندرية إلى إسرائيل يعني ما تزوج من إمرأة يهودية اسمها نادية وكل الوقت يقول له أنت حبيبي العربي وكل الوقت هو يعمل ويكد ويجتهد من خلال المؤسسة الأوروبية اليهودية لكن كل الوقت يذكرونه أنه قادم من خلفية عربية يعني من بيئة أقل مستوى من المستوى الذي يعيش فيه وحتى عندما يعني ذهب إلى المساد هو ذهب لكي يؤكد للمجتمع الإسرائيلي أن اليهودي الشرقي يعني اليهودي العربي يمكنه أن يخدم الإسرائيل يمكن أن يخدم مؤسساتها والآن يعني هنا يدور الحديث عن الشرخ وكل الوقت هو يدور حول فلك هذا الموضوع الذي ليس من شأنه أن المؤسسة الإسرائيلية تحب هذا الأمر وجدنا ذلك في مسلسل صالح هنا إرض إسرائيل وكل الصهب والجدال الكبير الذي رافق هذا المسلسل نحن يعني الآن كل الحديث يدور عن مسألة كيف دخول اليهودي الشرقي إلى المجتمع الإسرائيلي ومساهمته خاصة أنه منذ إنشاء إسرائيل حتى اليوم لم نشاهد أي رئيس وزراء إسرائيلي من أصول عربية شكرا جزيلا لك كايدا بولطيف حدثتنا عن مسلسل الجاسوس شكرا جزيلا لك شكرا جون بولطون شخصية سياسية أمريكية تثير جدلا فبولطون معروف بأنه ضمن سياسيين السقريين سطع نجمه خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأبن ولدوره في الحروب التي خاضتها هذه الإدارة وللحديث أكثر حول هذه الشخصية تنضم إلي هنا الزميلة الصحفية إكرام حجرات إكرام هذا الاسم جون بولطون بمجرد أن يلفظ أو يذكره أحد يثير نوع من الرهبة هنا لماذا؟ صحيح جون بولطون الدبلوماسي الأمريكي أحد سقور الحزب الجمهوري المتشددين صاحب الشخصية المثيرة للجدل والذي استقيل في الآونة الأخيرة هو صاحب مقولة أن القصف هو السبيل الوحيد لإقافه ماذا تقصدين بكلمة استقيل هي دمج بين استقال وعقيل نملك سيناريوهات اثنين إقالتي بحسب سيناريو دونالد ترامب واستقالتي بحسب السيناريو الخاص به بجون بولطون أصارت أيضا جدلا أمريكيا ودوليا والموقف الشائع يرجح سيناريو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أقاله وذلك للحفاظ على سياسة الرئيس دونالد ترامب المعروفة بالانسحابات نهج الانسحابات مخالفا ما نعرفه عن سياسة جون بولطون وهو مهاجمة واستعمال الحل العسكري الأمريكي لإنهاء النزاعات في مناطق التوتر في سوريا في ليبيا في إيران وفي فنزويل أيضا شاهدنا مواقف وسمعنا مواقف مثيرة للجدل أيضا من جون بولطون هو آخر منصب تولاه كان مستشار الأمن القومي الأمريكي وأعلى منصب أمني في الولايات المتحدة ارتبط اسم جون بولطون باجتياح العراق وغيره من قرارات سياسية متشددة خارجية لذلك الاستقالة أو الإقالة أيضا أثارت هذا الجدل معروف أن حتى ترامب قررت تمر بأنه لو ترك واطلق العنان لجون بولطون لكان خضاء الحروب الآن في إيران وأكثر من جبهة ورط ورط في هذه الجبهات صحيح استقالته أو استقالته كما ذكرنا مسبقا مهدت لها الصحف الأمريكية فشهدنا تصريحات للرئيس دونالد ترامب وأيضا مواقف لرئيس دونالد ترامب بعدم إشراك جون بولطون في عدة محادثات مع طالبان كم محادثات مع طالبان وأفغانستان صحيح وخاصة بأن دونالد ترامب ووزير الخارجية يحاولون حلحلة الموضوع في أجانب الإيراني فلربما استقالته أو إقالته من المنصب تمهد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الإيراني روحاني وهناك أيضا إكرام من يقول بأن عمليا ترامب ولا يريد الحلحة لو أن هذه تأتي ضمن سلسلة من الأقالات والتغيرات في إدارته فشهدنا وزراء خارجية ووزراء دفاع يتغيرون وهو عمليا ربما يلسق بهم هنا تهمة الفشل في ملفاته الخارجية لا ربما ولربما أيضا نسمع السيناريو الثاني للشارع الأمريكي بأن سياسة دونالد ترامب معروفة كما ذكرنا مسبقا بالانسحابات ونحن نعلم أن أمريكا مقبلة على انتخابات في العام المقبل وهذا يضغط على الرئيس الأمريكي في جذب صوت الناخب الأمريكي ومحافظة على نهجه السياسي المعروف بالانسحابات لذلك لربما الإقالات في المناصب الحساسة والأمنية في أمريكا هي أحد الوسائل المستخدمة في الحملة الخاصة في دونالد ترامب للانتخابات المقبلة نعم نكتفي بهذا القدر الزميلة الصحفية أكرام حجيرات شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات إلى هنا نكون لكم مشاهدين قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مدار الأسبوع شكرا لطيب المشاهدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر